الآن نحلو القوسة لباريها تبدو مسية محمد صلى الله عليه وسلم تبدو فقراتها الآن مع شيختكم ورئيستكم وشيختنا ورئيست جمجيتنا سائم الخير نحلو الحمد لله وحمد كثيراً طيباً وبركاً بإذن الله أحب ربنا رضاً أرزاهم صلِّ وسلِّم وإزدبارك على عزك ونبيك ورسولك النبي المي وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً لله والدين على من ساد أمرد أو جنينا وأحسن من كست تاج الجبينا صلاةٌ من متيمين على راعة تضحي صلاة العاشقين لها قطينا اللهم صلِّ وسلِّم وإزدبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليماً كثيراً لله والدين أهلاً وسهلاً بأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلاً بأهل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أهلاً بمن يهبون نصرةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله جل جلاله النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي رقية تميم بن أوسن الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فوقوفنا في هذه الليلة نصحٌ لكتاب الله ونصحٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تصحيحاً للحق وإنكاراً لهذا المنكر في الخارج وفي الداخل وإظهاراً بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ألت تتحرك وتغضب لله ولكتاب الله وتغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأقل الواجب وأقل الإيمان أن نقف وأن نندد وأن نشجب كل فعل يمس بكتاب الله سبحانه وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا اختبار للعواطف واختبار للأحاسيس واختبار لهذه الأمة هل ما زال فيها عرق ينبض وهل ما زلنا نغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكل شريحة مست تتحرك تلك الشريحة وإن تكلم في جهة تتحرك تلك الجهة وإن تكلم في قبيلة تتحرك تلك القبيلة وهذه أمة المليار مست في كتابها في رسولها صلى الله عليه وسلم فلذلك لا خير فينا إلا نتحرك نصرة لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الوقفة نحتسبها جهادا في سبيل الله نحتسبها أبسط الجهاد في سبيل الله أن نقف وأن نندد بأن يمس المصحف الشريف وكلام الله سبحانه وتعالى وإن كلام الله كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهب متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد به تجملا وحيث الفتاة يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنة متهللا فإن أحرق مشؤوم إن بعث أشقاها فأحرق نسخة من كتاب الله فهذه الأمة أناجلها في صدورها والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فلذلك لا بد من أن نهب نصرة لكتاب الله سبحانه وتعالى وأن يعلم أعداء الله سبحانه وتعالى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زالت تتحرك نصحا لكتاب الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هذا من نساجة ولا من البساطة فقد يقول القائل أننا نتحرك إن تحرك أبسط إنسانا في الغرب وأحرق مصحفا أو أساء فذلك ليس من البساطة وإنما هو إظهار للحق فجلستنا هذه يعلمون بها يعلمون أننا ننكر هذا المنكر ننكر إحراق كتاب الله جل جلاله ونندد به ونشجبه وإن كان هذا هو أضعف الإيمان وننكر كذلك كل ما يمس به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى إن كان في أرض المنارة والرباط أحرى إن كان من أبناء جلدتنا من بيني من أهل شنقيطة فهذا منكر نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يواخذنا به وأن يتوب علينا جميعا إنه على كل شيء قدير فأقل الواجب أن نتحرك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكي هذا التحرك في قلوبنا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرك نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله فهذه الخطوات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تضيع وهذه الجلسات نسأل الله أن لا تضيع وهذه الأوقات نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يضيعها فما ضدقتم قدما ولا تحركت بكم سيارة ولا أنفقتم دقيقة وقوف لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتابه إلا كان ذلك جهادا في سبيل الله وكما ذكر الشيخ ستشهد هذه الأرض بما عملتم عليها إنا نحن نحو الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فهذه الجلسة ستجدونها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تودوا لأن بينها وبينه أمدا بعيدا فربكم جل جلاله وأعلموا بما في نبوسكم فيعلموا أنكم ما اجتمعتم إلا نصرة لكتابه ونصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنكارا لهذا المنكر وتحقيقا لأبسط الواجب من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤمنون به ولتنصرنه أخذ هذا الميثاق على أنبياء الله جل جلاله قبل النبي صلى الله عليه وسلم فنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الواجب ومن أوجب الواجب علينا نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يذاد عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلم أمة النبي صلى الله عليه وسلم هو الصديق أبو بكر رضي الله عنه تعلمون الكلام الذي تكلم به لعروة بن مسعود يوم الحديبية فما كان أبو بكر بداعا ولا كان من أهل البحش ولكن حين قال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى حولك إلا أشابة من الناس جدير أن يفر عنك فهذا الكلام مستفز لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان ذلك الكلام من الصديق فحين يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نتحرك لذلك ويجب أن نتكلم ويجب أن نقف ويجب أن نقعد ويجب أن يرى فينا أن فينا محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن نتذكر جميعا أولا وآخرا في أثناء وقوفنا وفي أثناء ذلك أن هذا نتاج لأيدينا هذه تربيات لأبنائنا قمنا بها خلطة هذه شقلتنا في الأجيال اللي توخذ كامل أجيال سلمت بعضها للغرب ليربها وبعضها سلم لجهلته ولا قط انقال لهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا قط علموا به ولا قط ربوا على محبته ولا قط استمعوا له واللي منهم شلاهي تعدلوا الراحة ما ينقاس به النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقاس به اللهم صار ويشوف ذاك العري ويشوف ذاك من معصية مولانا هذه نتيجة لأيدينا وهذه تربيتنا قال له يداك أوكتا وفوك نفخ هذه شقلتنا ولا تستوربوا إلا لي تم الوضع ماشي للصيفة الله يلطف بلاك الله يوخذنا كامل من النتاج ولذلك في نصرتنا هذه الليلة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الراجع حالتنا في البيوت مع الأبناء ومع الأهل حد طوله للنصار لها ربه على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تقولوا لهم عودوا مؤمنين وانتم مطيتوا من النصار يا ربه ملكم هذا ما عندوا معنى تقولوا لهم عودوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقعوا ما قط اجتمعتوا عليه يوما بيتكم يشوفوا يجتمعوا فيه القبائل ويجتمعوا فيه الناس ويجتمعوا فيه صحباتكم ويجتمعوا فيه الناس في عملة يقولوا ما قط قعدوا فيه درس على النبي صلى الله عليه وسلم وليها قطوا حدثه فيه عنهم وما يتحاليهم الجابرين هم التربية في البيت ما هو فيه والجابرين هم التربية في المدارس ما هو فيه ولذلك هذا منبئ خطري أن الجيل الله يجينا ما فيدوا خبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إذن تسوليهم يعرفوا اللاعبين كاملين ويعرفوا الناس كامل المشاهير يقولون ما يعرفوا بو بكرين لا يعرفوا عمر ولا يعرفوا حد منهم واللمحبة ما تقول تخلق ما هم المعريفة المعرفة سابق المحر ولذلك العلماء ما بخلوش من التعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم لتزداد محبته في القلوب وصفوا خلقه الكريم وصفوا خلقه صلى الله عليه وسلم حتى هيئات مشته وهيئات جلوسه ليتعلق به قلوب المحبين وتعلم هيئة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لتتعلق القلوب به لذلك من رسائل هذه النصرة المراجعة تربيتنا لأبنائنا وبناتنا لا أبد من الراجعة التربية للعدل لأولادنا ولأبناتنا اللي مننا عاطي أولاده لنصار ربيهم له يعرف عنه بعد ما ما أطرحهم فبايدا ما ظنة للإيمان ودور يسأل عنها بين يدي الله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما أنك لاهي تسولي في قبرك عنهم كانهم يعرف الفرنسية والله الإنجليزية لا لاهي تسولي عنك كانك أرسل فيهم من الإيمان ما يعرفون به الرحمن هذا هو المسؤول عنه هذا علوم دنيا أنت أصلا ماهي واجب عليك الوالد الواجب عليه من التعليم ما يعرف به الولد الله والدين هذا هو الواجب عليه الأخر ماهي واجب وتفرطون في الواجب والدرش ماهي واجب ذلك من النافلة مهم يغير ماهي واجب عليك من الخط الواجب عليك من تضرص فيه شيء إلى الصبح متوا لا يعودوا نافعينكم هم اليما تقرسوا فيهم شيء من الماء رحمانكم وتموتوا قدر إن شاء الله ما هم نافعينكم مات لهم مستوظرينكم لهم داعينكم لهم مصدقين عنكم لهم مذكرينكم ولد صالح يدعو له بالخير من الليلة يلا الراجعوا لنعدلوا لابنائنا من التربية نحن تأكلين على أن نحن صلا نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نخلقنا نبقى النبي صلى الله عليه وسلم نحن سوى للجبر نبيات رباتنا على النبي صلى الله عليه وسلم جزاهم الله خيره يقول اليما ربو عحنا النجئ اللي دار ملانا بين يدينا ما هيقل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما أعرفه ما هيقل يبقيه ما علقته به يبقيه ما رديتي عليها أخباره ولذلك لا بد من الليلة الراجع تربية لأولادنا والراجع كل الإنسان يلقي بفردتك بديه أطفيل سقير يقبضها رقاجة يعطيها الانصار يقول لهم هاكو هاكو تولاوا عنيها العملية اللي اتكلمني بها مولانا تولاوا عني التربية ويخلي بينهم معاها وجاد دعلي ذا اللي عدلوا وقار فيه وزين عنده وهم لا يعود قدوة عندهم الله هو وإلى في أحسن حاله إلى جاب لهم أستاذ الله يقريهم القرآن لا يجيب لهم الأستاذ يقريهم القرآن أحيانا يبطهم وامتدر عليهم بأنهم تعابقا عموا وخليهم مقتهك ولا يتعود صورة القرآن عندهم اللي كيف تصورة التربية الإسلامية عند التلاميذ في الإعدادية وفي الثانوية ذيك تعرفوه ولذلك هذا خطير إحنا الليلة جئنا لننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولننذر بهذا الخطر الداهم على الأبناء الخطة لعاد أولادكم فقراء ماكم لا يتعذبوا ولعاد أولادكم ما يعرف الفرنسية ماكم لا يتعذبوا به يقول لننعود أولادكم ما يعرف ملانا ولا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء عليه ذلك الضرب تنسأل عنه فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وذا بعد ما هو تقليل من أهمية اللغات ولا من أهمية علوم دنيا هذا مهم ويلطي إنقراكام يقول لننعود أولادكم لأهم معرفة ملانا والنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان عقب ذلك الصلاة تقرأ اللي بقيت تقرأ يقول لن يختلوا عليكم الموازين تجبروا المرة الكبيرة العاقلة والراجب اللان دوروا الصيقبوة في الفرنسية عاطيه الكفاري لا هي ربوهم لون اللان دوروا يقبوة في الفرنسية الفرنسية ريّى الحياة الحملة لا تقويه بالإيمان ولا تقويه بالقرآن ولا تقويه بالنعود شابة وفقراش ما يعرفوا باش يصلوا وانت اللي أعاطي هذوك الدرهم يقبوه لك في الفرنسية وقع ما عرف ملانا ولا عرف الصلاة وعاد القدوة عنده واللانة الأخطر إنكم تهموا إلا أنت تهموا منهم شاكينهم ما زالوا ولادكم هما يربا خرصوا الوقت اللي أطمعاكم والوقت اللي أطمعاهم وخرصوا لما لدي اقتداء معدلين بيهم وما لدي اقتداء معدلين بيكم كانوا بواحد وخرصوا كانكم ولي ما بتغتوهم من المجتمع ما تلايهيهم ذات متاريخكم ما يقراره وجغرابيتكم ما يقراره وقصصكم ما يقراره ونكاتكم وذل يضحقكم ما هو اللي يقراره ما تلايه منكم وهذا خطير يا الله ما ده تنتبه له وتعرف عنه ما هو ما هو نتيج مسألة بسيطة تربية مسألة خطيرة وأول ما يربى عليه الإنسان أنه يربى على معرفة الله ومعرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب وأنه يربى على قدر من الإيمان وهذه السيرة في النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته هذا يقراره ما هو من الإحكام العينية يقرار من المسائل التي تربى في الإنسان الإيمان وتقوي عقيدته ولذلك ذرة القرآن جاء قصص على النبي صلى الله عليه وسلم لأن القصص يستنس الإنسان به ويتعلق ولذلك قالوا لنبي صلى الله عليه وسلم يليه قص عليه قصة 18 نبي قال لأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي هو أفضل منه يغير القيم تنجاب في شكل يقق قصصين ليأك تتعلق به هالنفوس إلي أن تعود القيم مفصولة عند أشخاص ليك ما يقد يرب عليه ولذلك القيم إلا أن يعطينا مولانا قيم جاءت مجلية في أشخاص كيف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصحابه أهل يرأينا يا أخوتي من قد ردوهم زيني وقصص ما هو قصص التاب هالي كلها قصصتها تقرأ هالي شاشرة تتلقدهم على شيء ما نقابل لذلك هذه الرسالة الأولى من الرسائل هذه النصرة أن الله الله في تعليم الأبناء ويا الله تنراشع عن المسألة ونعرف عنها خطر حقيقي وشفناها رأي العيني ويا الله تنراشع هذه المسألة يا الله تنراشع مدارس أجنبية هم دولة والله دول طاهر قانون الحق في أن تفتح مدارس في سفاراتها لأنها ما هي راضي عن تعليمكم ولا تعريبكم ولا تعريبكم ولا دينكم مصر نقعم وزين عندها ولا يمثبنيتوا لأنها ما هي راضي في مدارسنا وعلى مناهجنا تقولون أنتو مأمنص إلهي نطوكم إحنا أولادنا إحنا إحنا إلي قاعدين في بلدهم وهلهم وقرائتهم من المسلمين وإلهي نطوهم لكم أنتو مصط ربوهن وتعلمهن ولهالك هذا خلل كبير سواء اللي منه خالق بقانوني وسواء اللي منه خطرق فيه القانون وسوكت عليه هذا كناب من بأخطرين من بأخطر على الدولة من بأخطرين على الشعم وعلى الأولاد وهذا يا الله ينتبهلو يا الله الدولة تنتبهلو والمدارس اللي ماهي شرعية ما تفتحها وهذا أصلا بنص القانوني إنه محرم المدارس الأجنبية ما تنفتح ما هو في السفارات ولا يا الله تقبل أولاد الدولة ولذلك هذا يا الله تنتبهلو يا الله تنتبهلو الدولة ويا الله ننتبهلو إحنا مولدنا من الاستلاب خالقنا وزين عندنا شيء من الصقل اللي هيعدلهم والله شيء من النظام والله شيء من الرسومات وتلاميدهم دائما نضعف من التلاميد هذا يا الله احنا ننتبهول ونعرف عنها معركة كبيرة لجاك له يوخض النجير وضرق مسخ أخفوا أحواله أنه بعد هذا اللي قال له الدين ما عنده بي علاقة ولذلك هذا خطر كبير يا الله يا مناقش ويا الله تعدل الملتقيات ويا الله ما ده تعرف عنه هذه الظواهر ما هي بسيطة ولا تمتنين خلقت هذا الانتلاح جوزر من التربية خلقت سألين الله تبارك وتعليه يهديهم ويصلحهم ووفقهم وعدهم ورشدهم ومتولهم ومورنا ومورهم إن شاء الله أحفونا أحفوهم منها كامل اللي مراد بينا وبهم المسألة الأخرى من رسائل هذه النصرة أن يا الله كلنا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر هذا الكتاب في لفسه تعلقا به واتباعا لهديه وتحريما لما حرم وامتثالا لما أمر به صلى الله عليه وسلم فلذلك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنفس أولا يا أيها الرجل المعلم وغيره هلا لنفسك كانت التعليم وابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالوعظ منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم عرع لنا نوقف الليل ننصر النبي صلى الله عليه وسلم ونرجع لبيوتنا نعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليأحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال لنا ملانا وإن تطيعه تهتدوا وقال له وإنك لتهدي إلى صراط مستقي من صراط الله وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حالنا وحاله كمن أوقى دنارا فجعلت الهوام والخشاش يتساقط فيها وهو ينفيه عنها قال فأنا ممسكم بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها وأنا ممسكم بحجزكم عن النار لذلك لا بد أن تراجعنا في أنفسنا مخالفتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الليلة نحذر أن يصيبنا الله بفتنة وعذاب أليم كل مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يجب أن يكون نصبه الأعين ومقتضى أننا شهدنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطاع في كل ما أمر به وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ومقتضى أننا شهدنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق في كل ما أخبر به والله سبحانه وتعالى أقول ما ينطق عن الهواء إنه إلا وحي من نوحى ومقتضى أننا شهدنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نعبد الله إلا بما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالطريق إلى الله سبحانه وتعالى مسدود إلا من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا فلذلك لا بد من أن نراجع وأن تنفعنا هذه الوقفة ونسأل الله أن ينفعنا بها وأن ينظر لنا في هذه اللحظات بعين رأفته ورحمته وأن يجعلنا من عباده المتقين المطيعين المخلصين المخلصين إنه على كل شيء قدير نعلم أثر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معصية تؤثر في القلب تبعد عن الله جل جلاله وكل ذنب من ذنوب العبد له عقوبة عاجلة أو آجلة ليست على قدر الجناية ولا تاتيه من حيث توقع البلاء حتى خالف الملك يعرف أنه تعرض للعقوبة والمعاصي مخالفة للملك جل جلاله ولذلك لا بد من نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة أن نتوب إلى الله أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من تقصيرنا في حق رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نتوب إلى الله من تقصيرنا في حق كتاب الله أن نتوب إلى الله من هجر القرآن من نصرتنا لهذا الكتاب أن نتوب إلى الله من هجر أين تعدنا من المصاحف ومن أين لاحقين ختماتنا أين تعدنا من حفظه من نشي أين تعدنا من متعيني نبشي منه رهواكم البصرين قبض ورهواكم القرآن ولا هي يرفعه وتصبح مدى ما عندها سطر منه ولا هي يفرقشق للناس اللي ما كانت واحدة فيه هذا القرآن شفيع لنا بين يدي الله والقرآن حجة لك أو عليك هذا القرآن بركة نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور يا أيها الناس قد جاءتكم معظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة أين تعدنا من قربش من القرآن أي لم تبارك ما يحفظش من القرآن لكانوا عد من أهل الله حاملة القرآن أهل الله وخاصته من خلقه يقال لقارئ القرآن يقرأ ورقة وردتل بإن منزلتك عند آخر آية متتقرأها يحلى والد الإنسان يوم القيامة بحلل الكرامة كرامة للولد ما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوت الملاؤل الصبر والإحسان والخير والتقاح لهم بها جاء القرآن مفصلا ولذلك لا بد من أن نراجع أنفسنا علاقتنا بكتاب الله وعلاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تراجع لأوامره كل واحد منكم كل واحد منكم يخرصي كل أوامر اللي فرط فيها من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفرط حد في أمره من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهرت فيه فجاجت ما يفرط حد في أمره من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهرت فيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فلذلك لا بد من أن نراجع نراجع علاقتنا بكتاب الله علاقة الأبناء بالقرآن ومع تصحيح التربيت نمدى يا الله تراجع علاقة أولادها بالقرآن من در filانهم يقراوهم الان أكобыلهم تفارض عليهم والله قرأتهم القرآن مع حب القرآن مع التعلق بالقرآن ولذلك لا بد ما دم تربي في أبنائها محبة القرآن مرة ماضية كان حد يقول أحد من المحاضر كانوا معدلين دورة وقال لهم أنا طم عندي منكم تحببون القرآن عند الأطفال منكم تحفظوه لهم أنا أختي لهم عودوا يبقوا القرآن أراهم ما فاتوا حفظوه لأنهم يحفظوه وهم له كارهون والقرائتوا كارهين وذلك منهج يخلق خطأ ولذلك هذا الخطأ يا الله يصحح ويا الله مدى تحببوا إلى الأطفال القرآن سابق يقراه وعودوا يقرأونه بحبه وعودوا يقراه متدبرين فيه ويعرفون كلام الله ومتعلقون به ومعظمون له ومعظمون لأهله سهل الله يوفقنا ووفقهم جميعا يتقبل منكم هذه النصرة وهذه الهبة ويكتبها لكم في موازن الحسنات ويكتبها لكم جهادا في سبيله جل جلاله ونصرة لرسوله صلى الله عليه وسلم لعل إذا رحنا لباب ابن هاشم لباب قريش المقيم نضالها تراح من الإدلاج والركض والوجاوة بحالات ورجي زوالها هو الباب تهديه الوفود عصيها وتهديه ربات الرحال رحالها هو الغاية القصوى التي ترفع الوراء إليها الشكات كي تنال بلالها فما يسع الحاجات إلا نواله فيمناه كل الخلق قد نالنا لها ما مزنة دلحا تسامت فروعها تروي العطاشة يشربون زلالها بأكرم من كف النبي محمد وكل الشفاء فيها صلى الله عليه وسلم وكل الشفاء فيها وكل الندالها تهني العطايا مرة بعد مرة فلم يدر عدن شاءها وجمالها ولا خيلها الجردل تقاد جنائبا ولذ ذهبا مضروبا فبغي نوالها قريش هدى تحت السيوف سراتها ودمدمها لما أراد قتالها وأكلها في قعبه وقصاعه وعال لها يوم الزمان عيالها صلى الله عليه وسلم صلى الله على النذير نبي الله مبيه وصلى الله على الفخير بيت ذيك السخية سراج الضب المنير عز الخلق عليا اللي عادلنا قندير سجمنا تسهدي يوم قبينا الرجل الخير المعلومة اللاهية ومزرانة عن الرجل الغلتفو لكم حالية صلى الله عليه وسلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من نامكم هذه الوقفة ونوفقنا وإياكم لكل خير وحيلوا الكلام للشيخين